تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي تمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 501 قضية تمونية بمضبوطات بلغت قرابة 164 طن مواد غذائية وغير غذائية وتم ضبط أكثر من 116 طن في مجال الاستلاء على السلع المدعومة أما في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية فتم ضبط قرابة 84 طن كما تم ضبط 721 قضية في مجال قضايا المخابز من بينها 154 قضية خبز ناقص الوزن و122 قضية خبز غير مطابق للمواصفات